طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة مساء الأربعاء في بيان بتحقيق دولي مستقل في عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور المجموعة العربية في نيويورك تبنت بيانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة حتى يتحمل المسؤولون عنها تبعات جرائمهم عندما نقول دولي فهذا يعني أننا نرفض مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن بإمكانه إجراء تحقيق ذي مصداقية فهم مجرمون ولا يمكن للمجرمين التحقيق مع أنفسهم نريد تحقيقا دوليا ونريد أن يكون مستقلا من أجل ضمان أن الذين سينفذونه ليس لديهم أجندة خفية ولكنهم سينفذونه بشكل مستقل وأنهم مؤهلون تأهيلا عاليا حتى نتمكن من الوصول إلى جذور هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها ومحاكمة مرتكبيها ومحاكمة مرتكبيها ومحاكمة مرتكبيها